حبيبي النهاردة تشوفوا معنا الوصفة الجامدة دي وصفة التخصيص الرهيب تابعونا الاخر الفيديو هتعرفوا ايه المكون الرهيب ده بجد يخصيصك في خلال ثلاثة ايام هتلاقي الفرق انزلي دلوقتي حيلا اوزني نفسك وعمليه والشبيب خلال ثلاثة ايام زبوع بكتير اقصى حد بس انش هتلاقي نتيجة خلال ثلاثة ايام زبوع بكتير هتلاقي نفسك بجدخة سيتي اكتر من عشر كيلو مكون ده حلو جدا ورهيب وتابعونا الاخر الفيديو وتعرف كل حاجة في مكون كل فوائده اتمنى الفيديو اعجبوا ما يبقات بعملين ايه النهاردة نعمل مع بعض وصفة حلوة جدا جدا للتخصيص تخصيص الارضيف تخصيص البطن الدراعات ايام كل اي منطق اعازة تخصيصيها بالمكونات دي احنا دي تركيبة كده جمدة جدا ايام هقولكو على كل حاجة فيها مواصفاتها ايه وبتعمل ايه في الجسم وافضل وقت ان احنا نفوض ناخد فيه الوصفة دي اي احنا معانا هنا خلو صفاح معانا هنا قهوة خضرة معانا مطحونة ومعانا اللي هي مجروشة الاتنين وهنا معانا برضو كامون ولمونة ايه فريش ولمونة هنا ناشفة ايه اول حاجة بصوا كده اللي مش عارف القهوة الخضرة اهي اهي المجروشة والنحية دي كده اهي البودر ايه لو ايزا اقولكو فوائد القهوة حلوة جدا يعني بتزبط مستواصل سكر في الدم بتقلل من الامتصاص الكربوهيدرات بتقلم صوت دهون السلسية وكروسول في الدم عايز اقولكو يعني بتحرق الدهون بطريقة فضيعة جدا ايه بقى احسن وقتا شو نشرف فيه القهوة الخضرة ايه عايز اقولكو هي القهوة الخضرة كفية يعني من غير كل الكلام ده هي كفية بس عايز اقولكو لو عاهد عايز تخصي في ثلاثة ايام فعلا هتنزل معيها جدا ينجس معها ينزل وغتلوحز وتكتولي في التعليقات وتقولي ان هي اي خصد فعلا بالوصفة الجامدة دي افضل وقت بقى لشرب الاول خضرة دي مع الريق دي احسن حاجة لان هي بتحتوى على مادة الكافين وحمد الجوروغانيك ده بيساعد على سد الشهية وبتقلل نسبة السكر في الدم كمان بتعمل على حرق المعدل الدهون حلو جدا ممكن نتنزلنا حوالي من كيلو لتين كيلو لو فعلا عندنا اقراضة وساعدنا نفسنا وعملنا رياضة او وقللنا من اكلنا شوية يعني مثلو قللنا بنكل رغيف نعمل رغيف الربع بنكل رغيفين نخلي رغيف ونقلل كده بتدريج ونقطع كده ايه نعمل اللي هو السيوم المتقاطع ده حلو جدا يعني انتي بنعيش اكله خالص لا ده غلط تقطع الاكل يعني لو هنيكل ممكن نأكل على ست مرات في اليوم وكل مرة بنشرب قبلها الوصفة الجاملة دي عايزينها الكوكتيل كده ده على بعضه الميكس الجامد الخطير اللي هينزم انا الجسم تمام مش عايزين ممكن نكتفق بالقهوة الخضرة بس طب هتقول لي لي نجيب مركة زي كده ولا قهوة سايبة لا عايز الفكرة يعني ممكن نجيب دي يعني دي اكت مركة وانا جايبة على فكرة سايب يعني بعد ما خلص جيبتي سايب هو هو طب نجيبه منين نجيبه من اي محل بتاع بون بيبقى عنده طيب احنا كده قلنا على فوائد طبعا ايه القهوة الخضرة ايه بقى فوائد اللمون فوائد اللمون حلو جدا طب احنا كلنا عارفينين ان هو بيمتص الدهون عارفينين اللمون حلو جدا للتخصيص ايه كمان بيقوي المنيع يعني مش نحنا نضع في جسمنا لا الوصفة دي مش تضع في جسمك خالص بالعكس كل ما يبقى جسمك كده مناسب لوزنك كل ما هيبقى ايه جسمك صحي جدا اللمون طبعا في فيتامين سي ايه بيقوي عن فكرة الغضاريف بيقوي الغضام والاسنين اللمون بيحمي جسمنا من تكوين الكولاجين وبيلتق من الجروح بامان وبيساعد جدا عالتخصيص بيبصوه بيدي كده مفاول حلو اوي 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 مع الوصفة دي طبعا تضي اللمون النشف بحبية واحدة عايز تقولك من دي بحبية واحدة من اللمون النشفة دي بتعمل معك انجاز جدا طب ايه بقى فريد الخليطة في خليطة احدى نحطه لو ما عندناش حاسية خليطة في احدى برضو بيمتص الدهن وبيعمل كده بقى كل مكونان دي كده بتعمل ميكس مع بعض عايز اقولك لو اشتريتشها كده كباكتات من سردلية هتعدي 250 فانتي بتعملها كده احسن في البيت طبعية والتزمي بس عليها اهم حاجة قبل الاكل بنصف ساعة وعال ريق بجد هتعمل معك مفاول جبار يلا مع بعض عشان مطولش عليكم الفيديو احنا هناخد القهوة الخضرة دي او البن مجروز ده نحطه هنا كده وليه طريقة معينة هنعملها مع بعض عمار مع الكمون طبعا احنا مقلناش كمون يا جماعة فيه كمون كمان اه دي كده واصفة ايه جهنمية هناخد من هنا كده تمام هنغلي الاول القهوة الخضرة زي زي ما شايفين هنغليها عمار حلو جدا جدا هنغليها مرة وثنين وتقيتها هاشوفو ازيه بعد كده نحط بقتم كبانات على البارد ويلا مع بعض ايه طبعا احنا ده لازم يتحطيها برضو عمار عشان يغلي بصد لبنا انا شوفيه لو قصرتش هكذا زي ما انت شايفها تقصر معك بكل سهولة هنغليها برضو ايه هنغليها برضو مع القهوة الخضرة زي ما شايفين بشكل ده بصوا حبيب قلبي قهوة القهوة معنا على النار هي هتغلي كده معنا وهوريكو هتغلي ازيه اكتر من مرة بطريقة كده جميلة جدا بصوا هنغلي النار كده تبدأ تغلي معنا بصوا بقى الحركة الجاية دي هنرفحها كده من النار كده ونزلها نطلحها كده بتغلي اكتر من مرة بحيس ان الزيوب بتاعتها تفزل موجودة كده خلاص حلوة جدا يلا بقى معنا هنصفيها نعمل كده هحبة كمان بصي نرفحها اكتر اكتر يلا هنصفيها بقى هنصفي بقى المكون الرهيب بتاعنا بصوا يعني كل الزيوت كل حاجة طلعت منها هنعمل ايه بقى هنشربها كده عايزين نشربها ده فيها تمام عايزين نشربها بردة مع اللامون والخل طفية حلوة جدا زي ما تحبيه هو افضل ان هي تسبيها بردة شوية بحيس لما نحط اللامون والخل اه الدينية كده تبقى ده فيها كده مظبوطة بحيس تعفت شبيها يدرت شبيها سخنة حلوة جدا بس برضو بقى اي حاجة سخنة قوي ضغرت على المياه ده فهمش عايزين برضو نعالج حاجة ونضر حاجة فهنسيبها ده فيه كده بسيط خلاص تمام وهنحط عليها الخليط الفاح هنحط بقى عليها اللامون نوصر كده عليها اللامون مع عسلنا بسيطة من خليط الفاح وشروبي بقى ودعي بجد حاجة كده جميلة جدا واتمنى تكون ليفها خفيفة على قلوبكم واشتراكوا لايك كده حبيبي دعموني قناة تكبر بكم اا وصفة دي بجد هتدولي عليها هتخسس الارضيف الارجل البطن اا كل حاجة في الجسم بجد حلو جدا هشوفكم في فيديو جديد واتمنى ليشوفني اشتراكوا لايك وتابعوني ويا ربي سعيد قلبكم كده باذن الله وكل واحد نفسها بحاجة تحققها شوفكم في فيديو جديد باي باي